حالة المهاردة هتفيد مين هتفيد اي حد بشتكي من ضعف العنصاب من تميل الاعتراف من قلم في الفقرات او قلم في العظام من عدم انتظام ضربات الجلب او عزم انتظام ضغط الدم او عزم انتظام السكر عنده هتفيد كمان اي حد بشتكي من امساك او تشنك في العضلات وبصنع عضلات القدم او اي حد كمان عنده التعب بقال مجهود يعني قال مجهود بيتعبو في حالة المهاردة يعني هتفيد الاشخاص اللي بيشتكوا من العراض اللي انا قلت عليها من شوية الحالة المهاردة بيختصرش دي يا جماعة انا بتكلم عن عنصر نقصه بيكون في اكتر من 30% من البشر بتخيلين يعني بكل 3 اشخاص في مواحد عنده نقص في عنصر الماغنسيوم عنصر مهم جدا بس الاهم بقى من العراض ايه هو الاكلات اللي بتعوض نقص الماغنسيوم وهو كمان العلاج الدوائي اللي ممكن اشتريه من الصيدلية اللي بيعالج ماغنسيوم وقبل كل شي لو عندك الاعراض اللي انا هقول لك على دي او اللي انا هقولت عليها من شوية لازم تروح لأي معمل تحليل وتعمل تحليل نسبة الماغنسيوم في الدم وخصوصا لو انت عندك قلق وتوتر بالليل كتير جدا مش عارف ينام ايجي نام كده مش عارف ينام على طول باله او فكره شغال تمام؟ في لغبطة او تروط في النوم دي علام مميزة لنقص الماغنسيوم كمان في علامتين نقص الماغنسيوم يعنا concert مع إقلاد كتير لنقص الماغنسيوم فيه كمان علام مميزة واوي هو تشنج عضلات القدم اتلاقي كده عضلة السمانة من ورا على طول ا Laz profitable عليك على طول كده بتوجعك فيها تقلصات شديدة ليه بقى لنقص الماغنسيوم ده جماعة هيود الى الترسمية الكالسيوم في العضلات دي وبالتالي يحصل فيها تشنج رائب Érdالي الماغنسيوم ده بيعمل على ارتخاء العضلات. وبالتالي ما بيقل العضلات دي مش هحصل لها ارتخاء. فبالتالي هحصل لها تقلصات وانشانجات. دي برضو علامة مميزة جدا من ناكس الماغنسيوم. فيه كمان علامة كمان ممكن تدول على ناكس الماغنسيوم هو التعب بقى لي مجهود. دم يا دكتور فيها مرات كتيرة ممكن تعمل لي التعب بقى لي مجهود. ده لو عدت كده ما نمتش او نومت لغبك. تاني يوم هيكون عندي تعب بقى لي مجهود. كلامك صح. بس اي حد بيشتكي من التعب بقى لي مجهود دايما الدكتور بيفكر بحاجتين مهمين جدا. لان الواحد ده يكون عنده نقص فيتامين دال. لان هو مشهور جدا بالتعب والرهاق الدايم. او نقص الماغنسيوم. فده من علامات برضو المهمة جدا لنقص الماغنسيوم. زائد التوتر زائد تشنج عضلات القدم. زائد الامساك. طبيعة علاقة الماغنسيوم بالامساك. الماغنسيوم بيساعد في تنظيم حركة الامعاء. بيعمل على ارتخاء حركة الامعاء. وبالتالي ما بيقل حركة الامعاء دي هتطلع بها. مش هيكون فيها كده ارتخاء. وبالتالي هيكون فيها امساك. عشان كده جماعة نقص الماغنسيوم مشهور جدا بالامساك. اي حاج بيشتيكي مع رended不طبت amo. دي يروح يعمل تحليل نسبة ماغنسيوم في الدم. كمان نقص الماغنسيوم هيؤدي له حشاشة العظام علاقة برضو لان الماغنسيوم ده بيساعد في تنظيم الكالسيوم في الدم بيساعد في تنظيم الكالسيوم في الدم. و لو اكتش ويلا عندك الكالسيوم عندك هي اي من الاسباب القوية نقص الكالسيوم في الدم هو نقص الماغنيسيوم. عشان كده اي حد بشتكي من الام الفقرات الام العظام. اخدت مسكنات كتير ومش جاب معاك نتيجة او بتخف فترة وترجع تاني. فكر في نقص الماغنيسيوم. تمام? كمان فيه علام موائزة جدا نقص الماغنيسيوم يا جماعة هو تنميل الاطراف. تنميل الادين ورجلين. ليه بقى? لان هو نقص الماغنيسيوم هيودي لترسيب الكالسيوم في العضلات دي. او في الاطراف. ترسيب الكالسيوم في الاطراف. وبالتالي هيودي الى تنميل الاطراف. مع عدم انتظام ضربات القلب. عدم انتظام ضغط الدم. عدم انتظام السكر في الدم. هيكون كده في شوية لعبطة في السكر وفي الضغط. في الغرب هيكون في يعني علو في ضربات القلب. يعني زيادة في ضربات القلب. وزيادة في السكر وزيادة في الضغط. ده لو الماغنيسيوم اللي عندك. لكن اكتر علامات مميزة لنقص الماغنيسيوم عشان ما انتقش كده من بعضينا. هو والتشنج عضلات القدم تمام والقلق والتوتر بالليل والتعب بقل مجمول زائد الامساك احيانا يعني دول ايه كانت تلات علامات مميزين لنقص الماغنسيوم زائد طبعا بقى العراض اللي اقولت عليها نجي بقى ايه الاكلات اللي بتحتوى على الماغنسيوم عايزين بقى نعوض مش عايزين نخش بمرحلة نقص الماغنسيوم انت بتقول يا دكتور اكتر من تلت الناس عندهم نقص الماغنسيوم طب انا زائد احمل نفس ايه من نقص الماغنسيوم رقم واحد اتناول اتعمل اقول لك علي دي اتناول الخضروات الوراقية الخضراء زي البعدونس الخاص الجرجير بروكلي ايه خضار لونه كده اخدر اتناوله ده بيحتوى على ماغنسيوم بكميات عالية عندنا كمان الاسماك عندنا كمان المكسرات الجوز واللوز والبندر عندنا كمان البنجر بيحتوى على ماغنسيوم عندنا كمان الموز وسامرة الابوكادو كلهم دول بيحتوي على مغنيسيوم بكميات مقرم ولو هجي مكمل غزاي يحتوي على مغنيسيوم اشتري مكمل غزاي يحتوي على مغنيسيوم جليسينيت او ستريت دول نوعين من المغنيسيوم هم دول همحتاجينهم بجرعة من 400-450 ميلي جرام كل يوم دي الجرعة اليومية للبلغية 400-450 ميلي جرام كل يوم ويفضل تتناولوا قبل النوم بالليه محدش يخد الماغنسيوم بالنهار خد الماغنسيوم بالليل لأنه بيساعد على الاسترخاء وبيخليك يتنام نوم عميق وبيمنع عنك الآلة والتوتر والطربات النوم لكن انت لو خدتوا بالنهار بقى هيلغبط لك النوم شوية خدوا بالليل عشان ده بيساعد على عملية النوم وبيقل عندك الآلة طيب ده انسى بتوقيت لتناول الماغنسيوم وتنزلت الحلقة قبل كده انسى بتوقيت لتناول الفتمايات من معادل مين فاكر الحلقة دي ولو عايزيني اعمل حلقة كاملة عن أنسب معاي وتعليمات مهمة جدا للناس اللي هم بتناولوا فيتامينات ومعادل زي فيتامين دال امتى اتناولوا عندنا برضو فيتامين سي فيتامين بهم مركب فيتامين اي او فيتامين ها الكولاجين الزينك الحديد السلينياب دي كلها فيتامينات ومعادل كل واحد فيهم لوقت أنسب لتناوله امتى يتاخد قبل الاكل بعد الاكل بيتاخد كم مرة في اليوم امتى يتاخد مع بعضها لو عايزيني ننازل حلقة كاملة عن أنسب وقت لتناول فيتامينات ومعادل اكتبوه لي في الكومنتات ومين بقى شاطر هلخص لي حلقة النهاردة في الكومنتات انا كده جيت لنهاية الحلقة قاعدة النهاردة ولو فيه اي كومنت اكتبوه كان معكم من دكتور مينة واشوفكم الحلقة الجاية باي باي